السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معنا خبر عاجل من مقاطعة نوتغاند بسفالن مع الأسف مرة أخرى وفي نفس المنطقة تم قطع الكابلات والأسلاك وتعطيل حركة القطارات في مقاطعة نوتغاند بسفالن في مدينة بوهم بين بوهم وباتنشايد قبل عدة أيام كان في حادثة مشابهة تم محاولة سرقة كابلات من الخارج لا يمكن معرفة إذا كانت الكابلات هي كابلات نحاس وتم تغطية كابلات الألياف الضوئية وتعطلت حركة القطارات في هذه المنطقة الحيوية أيضاً وتعطلت قطارات لعدة أيام مرة أخرى اليوم ومنذ ساعة الصباح الباكر تبين أن الكابلات تم قطعها في هذه الحالة تم سرقة كابلات نحاس وبنفس الوقت تحطيم بعض كابلات الألياف الضوئية مما أدى إلى تعطيل حركة القطارات بشكل رئيسي بين بوهم وأسن وباتنشايد ودوتمون هذه المنطقة الحيوية في نوتغاند بسفالن تعطيت حركة القطارات تأخرت العديد من القطارات مع الأسف الشديد من المتوقع أيضاً أن تستمر هذه المشاكل والتأخيرات أيضاً حتى يوم غد رئيسي ما يتم إصلاح العطاء التي تم التسبب بها طبعاً هذه المنطقة خاصة بين دورتموند وغالزين كيشن كل هذه المناطق القريبة أدى هذا العمل إلى تعطيل حركة القطارات فيها تم أيضاً وضع بعض الباصات وتشغيلها بدل من القطارات مع الأسف هذه الظاهرة ظاهرة سرقة كابلات للنحاس الآن عم تتكرر في الفترة الأخيرة صار عدة مرات في هذه الحالة في نفس المنطقة وبعد عدة أيام مرة أخرى ننتقل الآن للموضوع التالي مع الأسف تهجم عنصري أيضاً على مجموعة من تلميذ المدارس كانوا في رحلة مدرسية في بغندنبوك يعني بالقرب من البحيرة هناك للإقامة وتحضير لامتحانات الرياضيات تعرفوا في ألمانيا حين الأطفال والتلميذ بيروحوا رحلات مع المدارس في هذه الحالة المكان الذي توجهوا إليه تعرضوا فيه على ما يبدو كان هناك فيه أشخاص آخرين تعرضوا لتهجم عنصري وحتى التهديد مما أدى إلى أن طاقم المدرسين المرافق للرحلة اتخذ قرار بأن يتم إنهاء الرحلة والعودة إلى البيوت وتم الاتصال بالأهالي والشرطة الألمانية تم استدعاؤها ورافقت تلميذ المدارس حتى عودتهم سالمين آمنين إلى بيوتهم إلى أهاليهم وهذا التمييذ للعنصر الذي تعرض له سببه أن معظم طلاب هذا الصف على ما يبدو أن الأشخاص خلفية مهاجرة تحديدا لأن بعض منهم أيضا بشكل واضح أنهم من المسلمين يحملون غطاء الرأس يعني ربما بعض الفتيات يعني بيحطوا غطاء للرأس فبناء على ذلك تم تصنيف هذا التهجم عليه على أنه تهجم عنصري والشرطة الألمانية الآن استلمت التحقيقات دون تسريب معلومات دقيقة وتفاصيل دقيقة عن ذلك ولكن على الأقل تم الاعتراف بأن خلفية هذا التهجم على تلميذ المدارس هو سببه عنصري وتمييز عنصري وبنفس الوقت كان في تهديدات طبعا الآن الشرطة ستقوم بالتحقيقات وأيضا مع الفاعلين بشكل رئيسي في الموضوع التالي أغلبية ساحقة من العاملين تؤيد العمل لمدة أربعة أيام فقط في الأسبوع هذا الموضوع الذي تم نقاشه الآن في الفترة الماضية عدة مرات في ألمانيا ويكتسب أهمية أكبر الآن فحسب استطلاع للرأي الآن بتكليف أيضا من معهد معهد الأبحاث الاقتصادية والاجتماعية في ألمانيا التابع أيضا أو القريب يعني من نقابة العمال هانس بيركلا شتيفتون تم استطلاع أعراء الناس التي تعمل فولت سايت يعني بشكل كامل عدد ساعات كاملة تم استطلاع رأيهم 72.6% من الأشخاص الذين تم استطلاع رأيهم يؤيدون العمل لمدة أربعة أيام فقط وأن يبقى الأجر أو الراتب نفسه دون تغيير 8.2% يعني 8.2% أيدوا حتى العمل لمدة أربعة أيام حتى لو كان مترافق مع اختصار الراتب يعني باعتبار عدد ساعات العمل ستكون في هذه الحالة أقل إذن أغلبية ساحقة تؤيد من حيث المبدأ فكرة أكثر من 80% العمل لمدة أربعة أيام فقط 17.3% من الأشخاص الذين تم استطلاع رأيهم أيضا رفضوا فكرة العمل لمدة أربعة أيام ورح نشوف الأسباب أنه ليش الأنسان حتى يرفض أنه يشتغل أربعة أيام فقط وإن كان يعني يوم أقل أو بنفس الأجر رح نشوف أيضا الأسباب الآن رح نشوف أول شيء رأي الأغلبية الساحقة الأغلبية الساحقة حوالي 1% أيدوا فكرة العمل أربعة أيام فقط وذلك للأسباب التالية العنوان العام العريض هو إيجاد توازن بين الحياة وبين العمل يعني أوسكي بوغنة أنه يكون في توازن بين هذين شيئين إنه إنسان يعني يشتغل ويعيش بنفس الوقت مو فقط أنه يشتغل أما الأسباب بالتفصيل هي عن رغبة الناس أو تأيديهم من فكرة العمل أربعة أيام فقط هو السبب الأول مثلا أن يكون لك وقت لنفسك وقت أكثر يعني إنسان يزاق بشغل أربعة أيام مع أنه عنده سلاسة أيام فراغ الأسباب الأخرى تم ذكرها مثلا وقت أكثر لممارسة النشاطات لممارسة الهوايات لممارسة الرياضة أو حتى للقيام بأعمال خيرية أو طوعية يعني أيضا تخصيص وقت لهكذا أشياء وأيضا أحد الأسباب الرئيسية كذلك هو تخصيص وقت أكثر للعائلة الأشخاص مثلا عندهم أطفال وعائلة أيضا طبعا بيحبوا يخضوا وقت مع العائلة أيضا بشكل أكبر فإذن هذه الأسباب الموضوعية الرئيسية لتأييد الأغلبية الساحقة لفكرة العمل أربعة أيام فقط بدلا من خمسة أيام الرأي المستغرب هو 17.3% من الذين تم استطلع رأيهم الذين هم ضد فكرة العمل أربعة أيام فقط أو على الأقل ليسوا مع هذه الفكرة الأسباب الرئيسية التي ذكروها لرأيهم هذا هو البعض أو معظمهم أيضا أيد فكرة أنه يستمتع بالعمل إذن هذا الشيء إيجابي أيضا أن بعض الناس على ما يبدو عمله حلو وجميل وتحب تقضي وقت أيضا في العمل وتستمتع بهذا العمل وبالتالي عنده فكرة أنه يشتغل خمسة أيام ويشوف ناس مثلا ويكون مرتاح بشغله أيضا أفضل منه يشتغل فقط أربعة أيام إذن هو مستمتع بعمله أيضا ومبسوط في عمله بشكل كبير هذا من ناحية من ناحية أخرى أيضا البعض يعتقد أنه لا يمكن تغيير شيء يعني أنه الأمور لن تسير باتجاه أربعة أيام عمل فقط بدلا من خمسة أيام يعني نوع من التشاعم أيضا والبعض اعتبر أنه لا يستطيع القيام بمهامه في العمل بأربعة أيام فقط وإنما المطلوب خمسة أيام بمعنى أنه الشغل المتراكم عليه بشكل كبير عنده وظيفة معينة مثلا داخل شركة داخل المكان وبالتالي هذا بحاجة أيضا لوقت لا يقدر هو يعمل كل الشغل اللي عليه فأربعة أيام لن تكفيه والمطلوب خمسة أيام هاي الأراء الرئيسية الآن حول فكرة العمل أربعة أيام طبعا نعرف أنه بعض لقبات العمال خاصة الإي جي ميتال العاملين في قطاع الصناعات المعدنية والصلب والحديد طالبوا لهذه الفئة العاملين يعني أيضا بالعمل أربعة أيام بدل من خمسة أيام مع بقاء الراتب نفسه وزير العمل الألماني قبل عدة أيام سيد هوباتوس هيران حزب الاس بي دي مع ذلك قال أنه بشكل عام ضد هذه الفكرة يؤيد الفكرة هذه في بعض قطاعات العمل في ألمانيا وليس أن يكون بشكل عام في ألمانيا يصبح العمل أربعة أيام فقط بدل من خمسة طبعا لأنه لذلك سيكون في تابعات اقتصادية كبيرة جدا أيضا في ألمانيا رغم وجود دراسات إيجابية أيضا حكينا في وقت سابق في فيديو سابق أيضا هذا الموضوع أيضا أنه العامي ممكن يكون نشرية أكثر عادة حالات المرضية أقل أو حتى يزداد إنتاجيته وتزداد أربعة الشركات فمنحب نسمع أيضا رأيكم بهذا الموضوع هل العمل أربعة أيام بدل من خمسة هو شيء إيجابي من مع من ضد ولأي الأسباب وهل ستزداد الإنتاجية في هذه الحالة أو يمكن إنجاز العمل نفسه خلال هذه المدة منحب نسمع أيضا رأيكم بهذا الموضوع ننتقل الآن للموضوع التالي تسرب أسئلة فحص البكالوريا في إحدى المقاطعات الألمانية تحديدا في مقاطعة زاكسن أنهالد اليوم كان من المفترض تقديم مادة التاريخ للبكالوريا في هذه المقاطعة ولكن تسربت أسئلة فحص البكالوريا المواضيع يعني أيضا عن مادة التاريخ وانتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي تشات كوبم أيضا يعني أيضا المجموعات الدردشة يعني على الإنترنت انتشرت المواضيع وتسربت الأسئلة ولذلك فإن وزارة التعليم في هذه المقاطعة زاكسن قامت بتفعيل الخطة الاحتياطية منذ البارحة بعد أن وصل خبر تسرب الأسئلة تم تفعيل الخطة الاحتياطية وتواصل مع مدراء المدارس ويعني طرح الأسئلة البديلة الاحتياطية في البكالوريا لمادة التاريخ لحد الآن تم تأخير أيضا الامتحان من الساعة الثامنة صباحا إلى التاسعة أيضا ليعطاء مجال لإخبار الجميع بهذا الموضوع فالوزارة تصرفت الآن بشكل سريع وفعلت أيضا الخطة الاحتياطية الطارية الآن بعد ذلك سيتم التحقيق لمعرفة كيف تسربت أسئلة فحص البكالوريا في هذه المقاطعة لحد الآن لا توجد معلومات أكيدة عن الجهة أو المكان أو كيف تسربت الأسئلة وإنما الشيء الأكيد فقط هو أنه تسربت الأسئلة وعلى ما يبدو أن الأسئلة التي تسربت هي الأسئلة الصحيحة اللي كان المقرر أن تأتي في الامتحان ولكن عندما وصلت المعلومات أيضا إلى وزارة التعليم قاموا بتعديل الخطة وتفعيل الأسئلة الاحتياطية نتمنى نسمع أيضا أراء الأهل أيضا أو حتى الأشخاص الذين كانوا عندهم اليوم بكالوريا في مادة التاريخ في مقاطعة زكسان هذا الموضوع وهيك بكوننا عملنا جولة واسعة لهم المعلومات من ألمانيا تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته